اختتمت فعاليات دورة ثامنة من مهرجان منصات للأفلام الذي شهد عرض أربعين فيلما قصيرا ما بين الرواء والوثائق بمشاركة طلاب وطالبات السينما ولم تكن فلسطين غائبة عن فعاليات هذا المهرجان الذي قدم برنامج أفلام فلسطين تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من انطلاقه اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان منصات للأفلام والذي شهد عرض أربعين فيلما قصيرا ما بين روائي ووفائقية بمشاركة طلاب وطالبات السينما سنة دي عندنا شركات برضو أكتر من أي سنة لأفلام خارج المسابقة سواء أفلام قصيرة من حول العالم مع قبلة عرضناه مع برنامج بتاع قبلة في الصحراء وكمان عرضنا السنة دي برنامج عن أفلام برنامج أفلام فلسطين مع نادي منتجي الأفلام المصري المؤسسة اللي بتقدم مهرجان منصات للأفلام اسمها مؤسسة مصر ضد بكرة لتنمية المهارات وهي مؤسسة معنية بتنمية مهارات الشباب وانها تكون منصة لكل الشباب والمبدعين في مصر في مختلف المجالات من أول السينما لغاية الابتكار التكنولوجي فكان اسمنا أصلا مهرجان مصر ضد بكرة للأفلام والسنة اللي فاتت في دورتنا السبعة نزلنا بشكل جديد وبإسم جديد الدورة الثامنة من المهرجان منحت 16 جائزة لأفضل الأفلام الروائية والوفائقية في مسابقتين الأفلام القصيرة وأفلام الطلاب إلى جانب جائزتي الجمهور بالإضافة إلى الجوائز الحرفية المخصصة للإخراج والسيناريو والتصوير السينمائي والمنتاج والتمثيل وتصميم الصوت وتصميم الإنتاج أيضا قدم المهرجان منح إنتاج سنوية لعدد من المشروعات السينمائية في مختلف مراحل الإنتاج وذلك لدعم صناع وصنعات الأفلام الطامحين فضلا عن تقديم مجموعة من العروض خارج المسابقة الرسمية وعدد من الوراش والندوات الفيلم هو فيلم وصائقي بيوصق المبنى بتاع معهد السينما المبنى ده هو المبنى الأساسي يعني من ساعة المبنى بتاع المعهد من أول ما معهد السينما يتفتح هو المبنى ده هو اللي بيستضيف الطلاب وفي السنين الأخيرة كانوا بينئلوا الطلاب من مبنى ده المبنى تاني على مدار رحلة النقل دي كنت بحاول أن يوصق كل مكان في المبنى بتاع المعهد في الفيلم وبحكي تاريخه أفلام السنة دي يمكن فيها ميزة لطيفة قوي إنها لقيت نسبة كبيرة جدا منها نتاج ورش ورش دي يعني تلات أيام الشباب بيطلعوا فيلم ففي أفلام طلعت كده فكاد بتعبر بشكل كبير جدا عن إحساسهم بحالاتهم الإنسانية يعني يعني اللي في الغربة فبيحاسس بالغربة اللي رجع بعد الغربة فبيحسب نفسه علاقة الشباب بأهلهم بعلاقتهم الإنسانية عموما في حياتهم فلسطين لم تكن غائبة عن فعاليات المهرجان الذي قدم برنامج أفلام فلسطين تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة الفكرة جات أنه أنا كنت بدور في أرشيف المتحف الفلسطيني العربي ودورت كتير قوي في صور فلسطينية كنت في الأول بجمحها لمجرد أن أنا جمحها بعدين دورت على شهادات ناس نجوا من المجازر اللي حصلت في فلسطين من 48 ومن قبل 48 ومن بعد 48 دورت على شهادات كتير جدا وجمعت الشهادات دي بحيث أن أنا أحطها على صور من الأرشيف الفلسطيني اللي أنا عملته وحاولت أحكي قصص إلى حد ما مأساوية بس في جانب إنساني في ليها لأنه مش بس تبقى مأساوية بحيث أنه يبقى فيه جانب إنساني للتعاطف برضو مع الصور دي المهرجان السنائي دي إحنا بدنا من حوالي 9 سنين دي نسخة تمنى لي اتغير شكلا وموضوعا يمكن أهم حاجة فيه هي المشاركة عندنا مجموعة الصنوع الأفلام اللي دخلين معنا حاجة مشرفة جدا عندنا ناس دخلت معنا من 2014 و2013 فيه ناس كتير جديدة تولدت شراكات جديدة مع مجموعات عمل مصرية رائعة في مجال الفن والإبداع إدارة المهرجان خصصت ستة منصات عرض لتقديم أفلام المسابقة الرسمية من خلالها حيث تنتهي كل منها بفقرة أسئلة وأجوبة مع صناع وصانعات الأفلام كما شهدت الفعاليات تقديم أولى عروض ليالي منصات والتي تسلط الضوء على أفلام طويلة حول العالم